اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل المعلومات على تطبيقك الخاص نابشات ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم بعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل سوف تضغط هنا على التطبيقات وبعدها سوف يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا لكي تقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات في هذه القائمة الخاصة هنا وبعدها سوف تقوم بالضغط على سناب شات ثم يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم تضغط على إيقاف إجباري بعدها تضغط على موافق ثم بعدها سوف يقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بالذهاب لما تشارف جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات سوف تظهر معك تحديث تضغط عليه يأتي متحديث التطبيق وحل المكان